بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى خير ما نبدأ به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم أتيتكم بموضوع مشوق ولا أظن أن أحد يرفض أن يسمعه لأنه عن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلنا مشتاق لرؤيته وكلنا مشتاق للذهاب للمسجد النبوي لقين يلقي السلام ويصلي ركعتين في الروضة الشريفة لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومن بري روضة من رياض الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحس أنه قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعونا نعيش بضع دقائق ونحن نمتع آذاننا ببعض ما حصل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل تعلم أن الجماد يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جذع النخلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ إلى جذع ويخطب عليه فقال له أحد أصحابه يا رسول الله أن أصنع لك منبر لكي تقوم عليه فيراك الناس ويسمعك فقال له رسول الله نعم فصنعوا له منبر فلما صعد على المنبر ليخطب بالناس سمع أنينا من الجذع فجاء إليه وهدأه وحضنه وعن أبي بن كاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات فهي التي أعلى المنبر فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن ثم راجع إلى المنبر وكان إذا صلى صلى إليه فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلته الأرض وعاد رفاة هل تعلم أن هناك حيوانات كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا جمل الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسن عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره فقد عطش الزرع والنخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا نخاف عليك صولته فقال ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قد حتى أدخله في العمل فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه ثانيا الضب عن أمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جحفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا فقال ولاة والعزة لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا يا ضب فقال الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعا لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين قال من تعبد قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه قال فمن أنا يا ضب قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك قال العربي والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلي منك وإنك اليوم أحب إلي من والدي ثالثا الضبية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم قد صادوا ضبية فشدوها إلى عمودي الفستات فقالت يا رسول الله إني وضعت ولي خشفان فاستأذن لي أن أرضعهما ثم أعود إليهم فقال أين صاحب هذه فقال القوم نحن يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما وتأتي إليكم قالوا ومن لنا بذلك يا رسول الله قال أنا فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوها فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أصحاب هذه قالوا هذا نحن يا رسول الله قال تبيعونها فقالوا هي لك يا رسول الله قال خلوا عنها فأطلقوها فذهبت رابعا طائر الحمرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخة حمرة فأخذناهما قال فجاءت الحمرة إلى رسول الله وهي تفرش فقال من فجع هذه بفرخيها قال فقلنا نحن قال عدوهما فرددناهما إلى موضعهما فلم يرجع خامسا الذئب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الذئب فأقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبصبص بذنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئا قالوا والله لا نفعل وأخذ رجل من القوم حجرا فرماه فأدبر الذئب وله عواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذئب وما الذئب رواه البيهقي سادسا الجمل أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي بحديثا لا أحدث به أحدا أبدا وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمس حزراته إلى سنامه وذفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاءه فتم من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدعبه وسؤالي إلى كل محبي رسول الله أن يصل على رسول الله وآله صلى الله عليه وسلم في التعليقات وأتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعم الفائدة والأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر